بتحتفل جامعة القاهرة النهاردة بعيد العلم السادس عشر بمرور 111 سنة على إنشاءها وكمان بتكرم مجموعة من علماء الجامعة ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة بأنواعها وجوائز الجامعة في مختلف المجالات العلمية من المقرر أنه تبدأ مراسم الاحتفال بصورة تذكارية للمكرمين بيليها طابور عرض ثم السلام الجمهوري بيليه تلاوة لبعض آيات القرآن الكريم وعرض فيلم وثائقي عن جامعة القاهرة كمان بيلقي المكرمين كلمة بعدها الدكتور محمد سامي عبدالصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد وثماني الخشط رئيس الجامعة لتبدأ بعدها مراسم التكريم